اشتركوا في القناة العقائد التي في اصلها سليمة لكن يستغلها بطريقة ليحورها الى مصلحته يعني مثلا الناس بفطرتهم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى زي ما دام الناس يعتقدون بهذه العقيدة الصحيحة يجي حور هذه العقيدة الصحيحة مثلا فرعون يأتي ويقول انا ربكم الاعلى فلان يأتي ينحت صنما ويقول هذا ربكم او هذا ابن ربكم او هذه بنت ربكم فالعقيدة السليمة يجي حورها الى ما فيه مصلحته او النبوة مثلا الله سبحانه وتعالى من لطفه على العباد ان ارسل انبياء من آدم عليه السلام الى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله زي ما بعض الناس يرى قوة منصب النبوة يجي يتنبأ يدعي انه هو النبي ويخدع البسطاء من الناس يعني العقيدة السليمة بانه العقل يدل على لزوم ان يكون هناك نبي من الله سبحانه وتعالى هذا يستغلها في مصداق غير صحيح او بالنسبة للامامة يرى ان الناس يعتقدون بالامام فيجي يدعي انه هو الامام الذين ادعوا الامامة في زمان الامة ومن بعد زمان الامة كثيرون ادعوا زورا وبهتانا حتى الان في هذا الزمان العقيدة السليمة ان الرسول صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي من ولده هسه واحد يطلع يستغل جهل الناس ويدعي انه هو المهدي وتشوف آلاف من الناس يتبعونه وبعد ذلك يقتل هو ويقتلون هسه هو يقتل الى جهنم وبئس المصير رئيس فرقة الضلالة لكن الناس بسطاء بالمئات احيانا بالآلاف حرف عقيدتهم فادخلهم النار في يوم القيامة يصير حوار بينه وبينهم والشجار اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اذا هذه حالة منتشرة حتى الان في هذا الزمان تشوف ناس يجون يستغلون بساطة بعض الناس وصحة عقائدهم فيحرفونها واحد يجي يدعي انه هو الامام المهدي المنتظر واخر يدعي انه باب للامام المنتظر سلام الله عليه واخر يجي يدعي انه هو نبي واخر يجي يدعي انه هو الله واخر يجي يدعي ادعاءات اخرى كاذبة وتشوف بعض من الناس يتبعونه هو ليش يدعي واخر يدعي انه هو كذاب وحيال يدعي طمعا في الدنيا هؤلاء ليش يتبعونه لجهلهم ولبساطتهم الله سبحانه وتعالى بيّن لك الطريق فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في زمان الغيبة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جعل الطريق العلماء الفقهاء الاتقياء مو كل واحد يجي يدعي ادعاء ويستند بأدلة باطلة ومغالطات والانسان يروح يتبعه فأما من كان من الفقهاء صائن لنفسه حافظا لدينا مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام من أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعضه فقهاء شيعتنا أو علماء شيعتنا اشتركوا في القناة